أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحب بكم في هذه الحصة التي سنخصصها للتمييز بين أسئلة الوصف وهي من ضمن الأسئلة التي تطرح مرارا وتكرارا في امتحال الجياء والموحد تحديدا في وضعية الاشتغال بالوثائق الجغرافية طبعا هنا صيغة السؤال تأتي في الغالب يعني صف تطور ظاهرة معينة أو أحيانا أخرى تأتي صيغة السؤال بصف واترة تطور الظاهرة هل وصف تطور يعني وصف الوثرة أم أن هناك فرقا بين السؤالين وبالتالي هناك فرق في طريقة الإجابة عن السؤالين إذن منهجيا يمكننا أن نميز بين وصف تطور الظاهرة ووصف تطور الظاهرة إذن فوصف تطور معناه هو أنني أتتبع تطور ظاهرة جغرافية في الزمن سواء كانت ظاهرة جغرافية يعني ظاهرة جغرافية طبيعية أم بشرية أم اقتصادية ومعنى تتبع تطور الظاهرة زمنيا كنشوف يعني المنحة العام هل هناك نمو بمعنى الارتفاع أم هناك تراجع بمعنى انخفاض أم هناك تذبذب بمعنى ارتفاع فانخفاض فارتفاع فانخفاض وهكذا أم أن الظاهرة هي مستقرة ثابتة أو شبه مستقرة وشبه ثابتة إذن هذا هو معنى وصف تطور إذن كنحدد المنحة العام الظاهرة هناك ارتفاع أو انخفاض أو تذبذب أو استقرار وشبه استقرار بالنسبة للسؤال الثاني يعني وصف وطيرة تطور فالفرق هو أن وصف تطور لا بد أن أحدد وطيرة تطور بمعنى سرعتها وإقاعها هل هي بطيئة متوسطة أم سريعة بمعنى آخر إذن أتتبع تطور الظاهرة الجغرافية في الزمان كنحدد المنحة العام ديالها وش هناك يعني نمو أم تراجع أم تذبذب أم استقرار أمشي باستقرار وثبات ثم بعد ذلك كنحدد سرعة هذا التطور وطيرة التطور بمعنى سرعته هل هذه السرعة هي بطيئة أم متوسطة أم سريعة إذن فعني الظاهرة هل مثلا ارتفعت بوثيرة بطيئة أم متوسطة أم سريعة أو العكس يعني الظاهرة الجغرافية هل تراجعت أو انخفضت بوثيرة بطيئة متوسطة أم سريعة إذن فهذا هو الفرق بين وصف التطور ووصف وثلة التطور الآن ننتقل إلى الأمثلة التطبيقية التي وردت في إمتحانات جهوية سابقة إذن الوثيقة الأولى لاحظوا تطور عدد سكان المغريب بالمليون نسمة هو تطور نسبة ساكنة الأرياف من سنة 1960 إلى سنة 2014 إذن لدينا هنا السنوات عدد السكان بالمليون ونسبة الساكنة الريفية طبعا هنا النسبة المئوية المصدر إذن مطلوب السؤال لاحظوا طبعا ترتيب السؤال والثاني صف أو صف اعتمادا على المبيان المنجاز والجدول طبعا بعد إنجاز المبيان تطور عدد ساكنة المغريب واعتمادا على الجدول تطور نسبة سكان الأرياف ما بين 1960 و2014 إذن هنا السؤال مطلوب هو فقط وصف تطور الظاهرة إذن برجوعنا هنا إلى الجدول يتبين لنا الآتي إذن نلاحظ أن عدد سكان المغريب ارتفعوا بوتيرة طبعا هنا ما كنحددش الوتيرة ولكن كنعرف أنه عدد سكان المغريب ارتفع من 11.6 مليون نسمة سنة 1960 إلى 33.8 مليون نسمة سنة 2014 بمعنى عدد سكان المغريب تضاعف تقريبا محاولي ثلاث مرات إذن هكا كنصف إذن المطلوب فقط هو أن أصف من حظ ظاهرة هل هناك ارتفاع أو انخفاض إنان فهناك ارتفاع وتزايد لعدد سكان المغريب بالنسبة لساكنة الأرياف لاحظوا انتقالت من 70.9% سنة 1960 إلى 39.7% سنة 2014 بمعنى هنا تراجع أو انخفاض إذن فبالنسبة لعدد سكان نقول ارتفاع وبالنسبة لساكنة الأرياف هناك تراجع وانخفاض وبالتالي فالإجابة ستكون بالصيغة الأتية وما يفيد طبعا هذه الصيغة إذن نلاحظ من خلال قراءة الجدول طبعا والميبيان الذي أنجزنا تضاعف سكان المغريب بحوالي ثلاث مرات في غضون 54 سنة حيث انتقل عددهم من حوالي 11.6 مليون نسمة سنة 1960 إلى حوالي 33.8 مليون نسمة سنة 2014 بالمقابل تراجعت أو انخفضت نسبة ساكنة الأرياف إلى 39.7% سنة 2014 بعدما كانت في حدود 70.9% سنة 1960 إذن فهناك تفيت بوصف تطور الظاهرة إذن هناك ارتفاع مقابل منخفاض وتراجع نمر بعد ذلك المثال التطبيقي الثاني إذن الوثيقة هي تمثل تطور سنوي الناتج الداخل الخام في الصين بالنسبة المئوية ما بين 2011 و2020 إذن هنا السؤال إذن تانيا انطلاق من الوثيقة الأولى صف أو صيفي واتيرة إذن هنا مطلبوش منها وصف تطور إنما وصف واتيرة التطور السنوي الناتج الداخل الخام في الصين بين 2011 و2020 يعني إذا رجعنا هنا الجدول ماذا نلاحظ إذن نلاحظ أولا أن نسبة تطور السنوي الناتج الداخل الخام في الصين بين 2011 و2020 هناك تراجع يعني هناك انخفاض بشكل عام إذن هناك انخفاض ما بين 2011 و2020 إذن كانت في حدود 9.5 ثم نزلت إلى 7.8 ثم إلى 7 ثم إلى 6.9 ثم إلى 2.3 إذن كي انخفاض ولكن سنحدد وثيرة هذا انخفاض إذن فإلى قرنة 9.5% بجوجة فاصلة 3 في المئة إذن هناك انخفاض سريع لنسبة تطور السنوي الناتج الداخل الخام في الصين إذن كان نحدد المنحة العام اللي هو الانخفاض ولكن كان نحدد أيضا الواتيرة واش هي بطيئة متوسطة أم سريعة طبعا حسب المعطيات الواردة في الجدول إذن فالجواب سيكون بهذه السياء أو بهذه الكافية إذن نلاحظ من خلال استقراء معطيات الجدول الإحصائية أن النسبة الناتج الداخل الخام في الصين خفضت بواتيرة خسنة ضرورة نحدد الواتيرة إذن ذلك العبارة هذه الواتيرة خسنة نضيفها إذن خفضت بواتيرة سريعة حيث انتقلت من حوالي 9.5% سنة 2011 إلى 2.3% سنة 2020 إذن ختاما أعزائي أشكركم على حسن تتبعكم وانتباهكم أتمنى تكون هذه الحصة حصة مفيدة وما تعافي الآن نفسي ونوفق في تبليغ مضامنا وعناصرها الأساسية طبعا إذا كانت لديكم دائما أي أسئلة أو استفسارات يمكن لكم أن تتركوها في التعليقات حتى أطلع عليها وأجيب عنها في حين بحول الله ولقاكم في حصة قادمة بمشيئة الرحمن ومع موضوع آخر فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته